كرة ملعوبة ناحية بشارة الدهوة. بشاري حاول يحصلها امام خميس لعويران. يلعبها مرة ثانية ايضا. واجمائي لبتالك. قول 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 عادل عادل يوسف يحط اول اهداء منتخب الكويت في دقيقة ثلاثة من بداية الشوت الاول. هدف لمنتخب الكويت يسجل عادل يوسف. هل بشار لما حرك الكرة وتابعها. عادل من امام اه المدافع محمد الخليوي. ويسجل عادل يوسف. عادل يوسف اول اهداف منتخب الكويت الوطني. شوف. شوف هذه كرة بشاري حركة لعادل يوسف حاول فيها الخليوي يحصلها. لكن اسرع الكرة من محمد الخليوي. وفي المرمى ايضا من امام الدعاية. والهدف الاول لمنتخب الكويت يسجلها عادل يوسف. واربا وثلاثين دقيقة الشوت الاول واحد لكويت سعودي لا شيء. وعدل غني رفاع ركنية وكرة خطرها امام دفاع المنتخب الكويت ويبعدها اي طلعها محمد الخليوي فوق العارضة بعيدة الى ضربة ماما. وكرة ملعوبة تلتد مرة ثانية لدوخي راح علي احمد دوخي وكرم العوبة لمنتخب السعودي. لهويدي راجع ايضا مع دفاع اه المنتخب الوطني. ماطر علي وخطرها يا سيد. وبراسة لكن تطلع غريبة. شوف هذه الكرات فعلا اللي تكون اي سقطها اي لاعب لامام داخل منطقة الجزاء تحتاج متابعة السعودي الشغيب. والدقائك تقريبا الخمسة والاخيرة على نهاية الشوط الاول. وتوصال خطره الله وترتد من العارضة والضيء ايضا فرصة كانت خطره من ابراهيم. ماطر ماطر العباء خطره خلاف والفضل ينزز مرماء من كرة خطره للمنتخب السعودي الغني لعباد الدوسري. دوسري حق الكرة معه وسامة اه وسامة حسين وهجمه لي خالد سماوي ويصفر وفي خطره خارج 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 وفي دار لجمال مبارك جمال مبارك ياخد الدار لاشتراكه مع خالد السماوي ويوسف اثنيان مع خالد السماوي واثنيان بول هذي كراته بول بول هدف التعادل سجل يوسف الاثنيان فاروف في كرات التاتة وتوني اقول اي من قبلها الكرة فعلت ويوسف اثنيان يسجل استعادل هذا يوسف اثنيان اللي شارك في الشوط الثاني بدل نموه في الثنيان والاثنيان يختمل هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة تسع تعش من زمن الشوط الثاني واحد واحد يوسف الاثنيان من كرة ثابتة فاول يسجل الهدف الاول وهدف التعادل للمنتخب السعودي شوف هذي عادة بالبطئ ايه ايه حير الشفري الى خارج شوف هذي كرة تتعبين وكرة ممتدة كانت خطرة فعلا حصلها الاخلي ولعبها لزميل الغريب منه حسين عبدالغني وحسين عبدالغني لعويران خميس كرة معاه يتقدم خميس يبني الى هجمة للمنتخب السعودي الى خالد الثمياط الثمياط يحاول وكرة معاه خطرة والثمياط خالد الثمياط ما في احد يراقبه او يقف امامه ويتقدم ويسجل الهدف الثاني للمنطقة السعودي في الدقيقة ثلاثة وثلاثين وهذه فرحة الجمهور السعودي خالد الثمياط خالد الثمياط ايضا التماوي التماوي خالد يسجل الهدف الثاني في دقيقة ثلاثة وثلاثين واستماوي ايضا